اشتركوا في القناة وهو ما زال يكتب لكن لا بد أن نفتب هذه المعارك تستنزف من المبدأ وأنا أعتقد أن أي مبدأ حقيقي له معرتك أو له معارك يوسف إدريس رحل عن الحياة وعدد الأضايا المرفوعة منه أو ضده 23 مقرية يوسف إدريس رحل عن الحياة وعدد سهاد 23 أضايا مرفوعة منه أو ضده وآخر مقال كتب يوسف إدريس في الأهرام كان عبارة عن فور غضب تقيد وقال عبارة لا أنساها قال الحركة الثقافية في مصر حركة طيعية بغير يقودها إلى مصاري سوى آخر صدق يوسف إدريس قبل رحيم حتى نجيب محفوظ في السنة التي حصل فيها على نوبل كان أبشع وجم نقدي على نجيب محفوظ واتهموا أحدهم بأن لديه إسهالا كتابية كفاية كتابة لغاية كده وبعد ما حصل على نوبل ذهبوا يهنئونه ويقبلونه والسنة التي فيها فيها بنوبل كان أتعى السنة نقديا بالنسبة لنجيب محفوظ وجم باشع أنت تجرر نفسك لا تكتب شيئا لغتك عقيمة خيالك معطوب كين هذا الكلام زد على هذا أنه في أطراف عربية ليست بريئة في التعامل مع الحالة المصرية هقول لكم حاجة أدونيس أدونيس لا ينطق مصر ولا ينطق المصرين ويوم حصل نجيب محفوظ على نوبل نقديش نفسه وكتب يقول هذه الجنزة عوراء تنظر بنصف عام لا في السنة اللي فاس فيها نجيب محفوظ وكتب في كتابي سيرتي الذاتية ها أنت أيها الوقت كانت القاهرة تصدر لنا الريادة أما الآن فأنصتوا إلى صوت بيروت ولذلك أنا وجهت أدونيس في المجلس الأعلى للثقافة في ندوة من الندوات وقلت له أنا هو من بتعبد المراكز وبالمناسبة المصريون لا يشغلهم أن يقمعوا أصوات الآخرين ولم يمنعوا حاضرة أن تستقل وأن تبرز وأن تزداد وانتوا حقينها في المنقلين دعوا العصافير المؤرد والفرز الأخير للمدلق أخذ جملة يعني سأقولها أنطونيو جرامشي أنا أحد المعجبين بتجربتي لي جد لأن أنطونيو جرامشي كان يبع في اعتباله شيء أدفل لنغير فإذا مضت سنوات ولم يستطع نصك أن يغير فلابد أن تكون وقافاً وركاعاً لستراتيجياتك وطريقتك في الكتاب أنطونيو جرامشي ترك لنا ثلاثين كتاباً اسمها الدفات الدفتر الأول والدفتر الثاني والدفتر الثالث وأنطونيو جرامشي أحد الذين كانوا مهمومين بقضية التعامل أنا طب أنا بطبع كتب لكن ماذا بعد طبعة الكتب النغة العربية في مصر حالتها من سيء إلاس حتى إن الإيكونوميست قبل عشر سنوات وعلى صد صفحتها الأولى تنبأت بانقراض اللغة العربية في مدى نصف قبل إذا استمرت مناهج التعليم في هذه السؤال طبعاً هذه رؤية كابوسية كفكوية لا تبزمها لكن فعلاً أوضاع اللغة العربية تمر بمعاطفات أزمة عندنا النشر فيه أزمة طباعة الكتاب الأول في أزمة التغطية الصحفية للإصدارات المهمة فيها أزمة هل أنت عندما تقتني جريدة أخبار الأدب أو جريدة القاهرة أو 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 هل هذا مؤشر جاشف للمشهد الإبداعي الآن؟ لا لأن الكتب المهمة والمتحققة أحياناً أصحابها حتى يعتم عليهم ويحاربون أقول أنا متحفز على أشرف الخميسي أنا تلقيت مكلمة من أشرف الخميسي بالأمس أنتوا غضبين من كتابي طيب من غضب من كتابي فليرد على كتابي بكتابي لكن لا ينادي بالتأميم والمصادرة منك للتأميم والمصادرة والمنع سيدور عليك يوم ترد على الفكر بالفكر أشرف الخميسي أعترف أن ملتقى السرد العربي أحد من أبرزوه إلى المشهد ووصل إلى البوكر مرتين ومعنى هذا أن رهاننا لم يكن خائمة ولما رهاننا على علاء فرغالي حصل على سويرس وحصل هذا العام على نجيب معفوزه ومعنى هذا أن رهاننا لم يكن خائمة نحن نريد أن نقلب التربة وأن نذهب إلى الموهبة حيث وجلت مصر لا يمكن أن تعقل هذا هو أرض الذي يقول لك مصر أعقمت شعرا يدفي أنا ممكن يعني كما صنعت في بيروت أنا وضعت في حقيبتي خمسة دواوين لذي كنت متحسب لهذا السؤال بل كنت واثقا من من الذي يكتب شعرا لديكم كنت أصطحب في حقيبتي خمسة دواوين فقلت له ما احترامي لبيروت وما احترامي لدمشق وما احترامي لكل الحوادر العربية لكن مصر أو القاهرة ما زالت تنجد شعرا يجري بالخصوب والنماء وكل القوالب والأشكال إحمد دلوقتي انتقلنا من القصيدة الغنائية إلى القصيدة التركيبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر